بسم الله الرحمن الرحيم أبارك للطلاب والطالبات نهاية العام الدراسي بنجاح وتوفيق بفضل الرعاية الدائمة التي يلقاها التعليم من سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والدعم والمساندة الدائمين لمسيرة التعليم من سيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ورغم كل التحديات التي واجهتها وتواجهها الأمظمة التعليمية حول العالم بسبب جائحة كورونا كوفيد ناينتين فإن تجربتنا التعليمية في مملكة البحرين كانت نموذجية تستلهم منها الدروس والفائدة وبفضل تكاتف الجميع والجهود التي بذلتها المؤسسات المدرسية والطاقم الإداري وتعاون أولياء الأمور والمجتمعات المدرسية وصلنا إلى نهاية العام الدراسي بنجاح وبأقل قدر من التحديات والملاحظات الواجب علينا التعامل معها بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين يتخرجون ويحققون شهادة الثانوية العامة هذا العام نبارك لكم ولأولياء أموركم وكل من يحبكم ولا شك أنها كانت رحلة طويلة وشاقة وصعبة لكنها في الوقت نفسه كانت ممتعة وملئة بمحطات السعادة والسرور وتنتهي غالبا بدموع الفرح بالتخرج التي تمتزج بدموع الحزن على انتهاء مشوار الدراسة بكل ما فيه من ذكريات امتدت طيلة 12 عاما والانتقال إلى مرحلة مختلفة من خبرات الحياة لقد مرت عليكم الكثير من الذكريات والمواقف واللحظات التي لا تنسى من خلال مرحلة المدرسة وكونتم العلاقات والصداقات وكنتم جزءا من النسيج المجتمعي المدرسي وراكمتم الخبرات والتجارب التي ستكون عونا لكم في المرحلة المقبلة من حياتكم ومشواركم التعليمي ومما لا شك فيه أن منكم من سيتوجه إلى الدراسة الجامعية عبر الجامعات الوطنية أو الخارجية في مختلف تخصصات العلم والمعرفة ومنكم من سيتوجه إلى مؤسسات التدريب المهني ومنكم من سيفضل الالتحاق مباشرة بسوق العمل ليقتنص الفرص التي تتاح له في وقت مبكر ومهما كانت الوجهة القادمة فإن استمرار عملية التعليم والتدريب ومراكمة الخبرات العملية تبقى ضرورة مدى الحياة لأنها جزء لا يتجزأ من عناصر نجاح وازدهار المستقبل نبارك لكم التخرج ونتمنى لكم إجازة صيفية سعيدة وحياة علمية وعملية ناجحة ومستقبلا حافلا بالإنجاز ومسيرة ملؤها التميز وسوف تذكركم المؤسسات المدرسية وجميع منتسذيها من الأكاديمين والإداريين دائما بخير وبسمة فلا تنسوهم من دعائكم وعرفانكم نظير ما قدموه من عطاء